بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في مسار الصحة والحياة أهلاً وسهلاً بكم لنستكمل دروس الإثراءات اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا إثراءات الفصل الرابع والخامس والسادس في فصلنا الرابع تتذكرون ظهرت معنا هذه الأهداف في فصلنا الرابع بالتحديد الصفات الشخصية والمهنية لأعضاء فريق الرعاية اتفقنا على تحقيق مجموعة من الأهداف وهو أن تشرح وتشرح الصفات الشخصية ومعايير المظهر التي يجب توافرها في ممارسية الرعاية الصحية أن تحدد وتحدد العوامل التي تؤثر في عملية التواصل أن تشرح وتشرح أهمية الإصغاء والسلوك غير اللفظي والإبلاغ والتسجيل خلال عملية التواصل كذلك أن تميز وتميز بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية التي تعكسها العلاقات على الصحة العاطفية والجسدية والنفسية أيضاً تحدد فائدة العمل الجماعي كذلك التمييز بين عوامل الإجهاد الإيجابية وعوامل الإجهاد السلبية من خلال تحديد الاستجابة العاطفية أيضاً شرح كيف يمكن تقليل الإجهاد من خلال إدارة الوقت وحل المشكلات ووضع الأهداف ومثل ما ذكرنا دائماً في بداية كل فصل تظهر معنى المصطلحات ظهرت معنى هذه المصطلحات في فصلنا الرابع التعاطف empathy الفريق team التواصل communication التغذية الراجعة feedback الإصغاء listening التواصل الغير لفظي non-formal communication التنوع التقافي cultural diversity العلاقات بين الأفراد interpersonal relationships العمل الجماعي teamwork القيادة leadership القائد leader الإجهاد stress إدارة الوقت time management الهدف goal مثل ما تشاهدون ابتدأنا بالتعرف على ما هي العوامل التي من الممكن أن يكون هناك مظهر مهني لابد أن يتمتع هذا الممارس الصحي بعوامل تعطيها الصحة الجيدة ما هي عوامل الصحة الجيدة؟ النظام الغذائي الراحة الرياضة الوضعية السليمة الابتعاد عن التبغ والمخدرات الفحوصات الوقائية ثم ذكرنا بأن الممارسين الصحيين لابد أن يظهرون بمظهر مهني كان هناك سمات صفات لهذا المظهر المهني اللباس الموحد بعض المرافق تشترط هذا اللباس الموحد الملابس الشخصية عندما لا يكون هناك لباس موحد لابد أن يهتم هذا الممارس بملابسه الشخصية بمظهره الشخصي كذلك لابد من توافر وتواجد شارة الاسم أو بطاقة التعليف كذلك أجلكم الله الحذاء المناسب أيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وأبرزنا العديد من الصفات الشخصية التي لابد توافرها في هذا الممارس الصحي الكفاءة تقبل النقد المهنية التحفيز الذاتي اللباقة الموثوقية الحماس التعاطف الرغبة في التعلم الصدق حس المسئولية الصبر كذلك التكتم جميعها من الصفات التي لابد أن تتوفر في الممارسين الصحيين ثم ذكرنا أنه من المهم عندما يكون هناك عمل داخل مرافق الرعاية الصحية لابد أن يكون هناك تواصل فللتواصل عناصر أساسية المرسل وهو الشخص الذي ينقل المعلومات والأفكار المتلقي الذي يتلقى الرسالة المرسل والرسالة هي عبارة عن المعلومات والأفكار والآراء التي قام بإرسالها هذا المرسل ثم ذكرنا بأن هناك عناصر تواصل فعالة وهي وضوح الرسالة ونقل المرسل رسالته بشكل واضح أيضا قدرة المتلقي على سماع الرسالة وتلقيها وفهم ما في هذه الرسالة كذلك تجنب المقاطعات والمشتتات لعنى اتفقنا الرسالة قد تكون عبارة عن حوار عبارة عن بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو تخاطب إداري قد تتباين هذه الرسائل وهذه المعلومات ثم انطلقنا لنفهم معنى التواصل لنعرف هذا الإصغاء وذكرنا بأن الإصغاء هو الانتباه إلى ما يقوله الآخر للتمكن من سماعه وذكرنا بأن هناك أساليب بدورها من شأنها تطور مهارة الإصغاء لديك كممارس صحي واحد إبداء الاهتمام لكلام المتحدث الانتباه والنظر لهذا المتحدث تفادي مقاطعة المتحدث الحفاظ على السلوك الإيجابي طلب توضيح الرسائل الغير مفهومة أيضا الرد على المتحدث ومتابعته أثناء حديثه كذلك الحوار يكون في مكان هذي مثل ما اتفقنا الابتعاد عن هذه المشتتات أيضا وضع الأحكام السابقة جانب عندما يكون هناك مواقف ما بين هذا المريض أو ما بين رئيس العمل والممارس المهني لابد أن نتجنب كل هذه المواقف السابقة الأحكام السابقة ولا تعامل مع الموضع الحالي أو مع المشكلة الحالية وذكرنا بأن هناك عوائق من الممكن أن تعيق هذا التواصل عندما تكلمنا عن التواصل الغير لفظي ماذا نعني بالتواصل الغير لفظي؟ واستخدام تعبير الوجه ولغة الجسد والإيماءات وكذلك لغة العيون هي أحد العبارات التي من خلالها ممكن أن نوصل هذا التواصل فلغة الجسد، الابتسامة، تعابير الوجه كذلك لغة العيون من شأنها أن توصل أفكار بطرق مختلفة وذكرنا بأن هناك حواجز من شأنها أن تمنع هذا التواصل تعيق عملية التواصل ذكرنا من أبرزها الإعاقة الجسدية ضعف القدرات الإدراكية لدى هؤلاء المتواصلين ذكرنا منها الصمم كذلك عدم القدرة على الكلام العمى وضعف البصر كل هذه من الإعاقات الجسدية التي من شأنها أن تعيق هذا التواصل أيضا ذكرنا أن هناك إعاقة متعلقة بالحواجز النفسية التحيز، الأحكام المسبقة، الصور النمطية، السلوكات الشخصية جميعها حواجز نفسية تؤثر في عملية التواصل ثم انطلقنا بشكل متخصص لنتعرف على ما هي الثقافة ذكرنا أنها القيام والمعتقدات والسلوكيات والأعراف التي يتشاركها مجموعة من الأشخاص ثم ذكرنا بأن هناك حواجز تنتج عن التنوع الثقافي أنت كممارس وأنت كممارسة صحية بإذن الله في المستقبل لابد أنك تتعامل مع مختلف الثقافات داخل مرافق الرعاية الصحية فلابد أن تفهم هذه الثقافات، لابد أن تكتسب المعارف كيفية التعامل مع التنوع الثقافي ذكرنا وأكدنا خلال دراستنا لهذا الدرس امتلاك هذه المعرفة، امتلاك هذه المهارة يعطيك القدرة في تقديم رعاية صحية متعددة الثقافات أو متنوعة الثقافات هنا نعيد الحواجز التي تنتج عن التنوع الثقافي المعتقدات والممارسات تجاه المرض والصحة الاختلافات اللغوية، الاختلافات في الأدب طرق التعامل مع الأمراض والإعاقات الشديدة كذلك التواصل الجسدي ثم انطلقنا لنتعرف بشكل أكبر على الملاحظات وذكرنا بأن هناك ملاحظات ذاتية وهناك ملاحظات موضوعية الملاحظات الذاتية لا يمكن رؤيتها والشعور بها يصرح بها المريض أما الملاحظات الموضوعية فيمكن رؤيتها وتحسسها مثل الكدمات أو التورم أو قياسة كالنبضات أو درجات الحرارة وذكرنا أن الملاحظة نحصل عليها من خلال الحواس سواء حاسة النظر أو حاسة الشم أو حاسة اللمس وحاسة السم ثم انطلقنا لنتكلم عن العلاقات داخل مرافق الرعاية الصحية هناك علاقات سليمة و هناك علاقات سيئة كان للعلاقات السليمة مزايا و كان هناك تأثيرات على العلاقات السلبية أبرز المزايا تبرزت معنا في العلاقات السليمة حس الانتماء والتقدير الذاتي دعم الأهداف المهنية الطموحة تشجيع مشاركة الأفكار توفير السلامة والأمن تحسين الصحة الجسدية لعلها من أبرز المزايا و مثل ما تلاحظون تظهر معنا باقي هذه المزايا الناتجة عن العلاقات السليمة في الجانب الآخر في الجانب المقابل تحدثنا عن تأثير العلاقات السيئة سوف نلاحظ بعض هذه التأثيرات كتدني مقدار احترام الذات التسبب بالإجهاد التأثير على أهداف المهنية المحددة زيادة الاكتئاب والابتعاد عن الآخرين صرف الانتباع عن الواجبات في مكان العمل و مثل ما يظهر معنا في الشاشة هنا تظهر معنا باقي تأثير هذه العلاقات السيئة و ذكرنا لبناء علاقات سليمة هناك عدة استراتيجيات الحفاظ على سلوك إيجابي إظهار المرونة التصرف بغوت تجنب انتقاد الآخرين مساعدة الآخرين تعلم مهارات التواصل الجيد احترام أراء الآخرين دعم الآخرين وتشجيعهم جميعا استراتيجيات من شأنها أن تبني علاقات سليمة و انطلقنا لنتعرى في درس العمل الجماعي عندما تحدثنا أنه داخل مرافق الرعاية الصحية هناك رعاية تقدم للمريض أتخيل أن الطبيب والمريض لوحد يتشاركون تقديم هذه الرعاية هناك فريق كامل يتشارك هذه الرعاية أبرزنا مثال بسيط داخل العرف الجراحية قبل أن نتكلم عن فريق العمل الجراحي دعونا نعرف العمل الجماعي ماذا نقصد بالعمل الجماعي يقوم على اجتماع عدد كبير من الاختصاصيين الذين يتمتعون بمستويات مختلفة من التعليم والأفكار والخبرات الوظيفية والاهتمامات اللي يعملوا معا لصالح المريض هنا أبرزنا مجموعة من الممارسين الذين يعملون داخل فريق الجراحة موظف الاستقبال طاقم غرفة الإنعاش طاقم التعقيم عمال النظافة اختصاصي الجراحة ممثل جهة التأمين الجراحون ممرضون غرفة العمليات الممرضون اختصاصي رعاية المرضى كذلك طبيب التخدير كلهم يقدمون الرعاية لمريض يحصل على عملية واحدة فقط وذكرنا أن هناك التزامات لأعضاء الفريق أن يكون هذا العضو على دراية بالقيود القانونية المفروضة على الواجبات اللازمة أن يؤدي عمل ضمن الحدود القانونية ونطاق الممارسة كذلك لا يجوز لهذا الممارس إنجاز واجب يتجاوز نطاق الواجبات المسموح بها نظاما ثم انطلقنا في درس القيادة لنتعرف ماذا نعني بالقيادة هي المهارة والقدرة على تشجيع الناس على العمل وبذل قصار جهدهم لتحقيق الأهداف المشتركة ثم أبرزنا العديد من صفات القادة نبرز هنا بعضها في الشاشة الأولى أو في الصورة الأولى احترام حقوق الآخرين إلهام الآخرين تحفيزهم فهم مبادئ الشعر العمل مع المجموعة المساهمة في التعليم المستمر فهم مصادر القوة والضعف في الشخصية كذلك هنا يبرز معنا إظهار الثقة بالنفس التواصل بفاعلية إظهار حس المبادرة التفكير بشكل خلاق إظهار التفائل والانفتاح مدح الآخرين ومنحهم الفضل كلها من صفات القائد ثم ذكرنا في درس الإجهاد مجموعة من مسببات الإجهاد وأسلوب حل المشكلات والسيطرة على الإجهاد ذكرنا من أبرز مسببات الإجهاد العلاقات مع الأفراد متطلبات العمل والمدرسة المراض نمط الحياة الإفراط في العمل والعديد من المسببات يظهر معنا هنا على الشاشة وذكرنا بأن هناك آلية طرق أساليب لتخفيف هذا الإجهاد وضع خطة طرح حلول محتملات تحديد المشكلة جمع المعلومات والبيانات العمل على تنفيذ هذا الحل تقييم النتائج تغيير الحل عند الحاجة أيضا ذكرنا للسيطرة على الإجهاد هناك أربع خطوات رئيسة مهمة توقف عن العمل حدد الطريق للتعامل مع الإجهاد تنفس واخذ نفس عميق لترتاح من هذا الإجهاد فكر بجد لكي تتخلص من هذا الإجهاد وتخفف من هذا الإجهاد ثم انطلقنا لنتكلم عن إدارة الوقت فذكرنا أن إدارة الوقت أهمية في زيادة الإنتاجية استخدام الوقت بفاعلية تحزين مقدار استمتاع بالنشاطات أيضا ذكرنا بأن الهدف هو نتيجة مرغوبة أو غاية مرجوة يعمل فرد جاهدا من أجل تحقيقها وهناك أهداف طويلة المدى وهناك أهداف كصيرة المدى استعرضناها بشكل مفصل خلال دراستنا لهذا الدرس أيضا ذكرنا لوضع الهدف بفاعلية يجب مراعاة بعض النقاط كصياغة الأهداف تحديد الأهداف بوضوح كتابة الأهداف الحرص على أن تكون الأهداف ننطقية كذلك حددنا خطوات خطة إدارة الوقت الفعالة كتحليل وترتيب الأولويات تحديد الهوايات والأمور المفضلة جدولة المهام ومثل ما يظهر معنا العديد من الخطوات التي سوف تساعد في إدارة هذا الوقت ثم انطلقنا سويا لنتعرف في الفصل الخامس على المسؤوليات القانونية والأخلاقيات اتفقنا في هذا الفصل على تحقيق مجموعة من الأهداف تقديم مثال واحد عن موقف أو ظرف قد يؤدي الاتخاذ إجراءات قانونية نتيجة لكل مما يلي سوء التصرف، الإهمال، الاعتداء، الضرب، انتهاك الخصوصية الاحتجاز التعسفي، إساءة أو تشهيء وصف الأثر الذي تحدثه قوانين العقود الموافقات على الرعاية الصحية التعريف بالمعلومات السرية وشرح الأثر الذي تحدثه سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية على السرية أيضا تعداد الأنظمة القانونية التي تنطبق على سجلات الرعاية الصحية كذلك تعداد ما لا يقل عن ست قواعد أساسية لأخلاقيات مقدمية الرعاية الصحية وتعداد ما لا يقل عن ستة حقوق يتمتع بها المريض الذي يتلقى الرعاية الصحية أيضا تبرير ما لا يقل عن ستة معايير مهنية وذلك من خلال شرح دور كل منها في تلبية المتطلبات القانونية أو الأخلاقية ومثل ما ذكرنا يظهر معنا في بداية كل فصل مصطلحات رئيسة هنا المصطلحات الرئيسة في فصلنا الخامس الإهمال النيجليجنس الاعتداء والضرب أسولت أند باتري الإذن الطبي انفورمت كانسنت الإساءة وتأتي بمعنى أبيوس بحسب لو كانت ما بين الفعل والاسم ماذا الفارق بينهم العقد الموافقات الضمنية الموافقات الصريحة نطاق الممارسة في فارق بينجول الأخلاقيات السرية حقوق المرضى وثيقات الحقوق والمسؤوليات معلومات سرية برفلسد كميونيكيشن ابتدأنا دراسة هذا الفصل الخامس بالتعرف على المخالفات التي تؤدي اتخاذ إجراءات قانونية ذكرنا منها سوء التصرف الإهمال الاعتداء والضرب انتهاك الخصوصية الاحتجاز التعسفي ثم ذكرنا أنه يجب شرح جميع الإجراءات للمريض وعدم القيام بأي منها من دون موافقته ومن هذه الإجراءات الجراحة الاختبارات التشخيصية الإجراءات التجريبية كذلك علاج القاصرين أيضا اتفقنا وعرفنا سويا ما هي الإساءة الإساءة متعلقة قد تكون إساءة جسدية إساءة لفظية إساءة نفسية سوء معاملة كبار السن سوء معاملة الأطفال العنف الأسري كلها تندرش تحت الإساءة ثم ذكرنا بأن هناك علامات وأعراض تبين وجود تعرض هذا المريض للأذى والإساءة كالكدمات علامات الإهمال مثل تدني النظافة والاهتمام بالمستوى الشخصي كذلك المخاوف الغير عقلانية السلوك العدواني إفادة المريض بمعنى أن المريض هو يبلغ هذا الطبيب بتعرضه للإساءة أو الإهمال ثم ذكرنا أو عرفنا التشهير بأنه يحدث التشهير عندما تتسبب بيانات كاذبة بالسخرية من شخص أو بالإضرار بسمعته وذكرنا بأن هناك معلومات قد تكون هذه المعلومات شفهية وقد تكون مكتوبة وأعطينا عدة أمثلة على هذه المعلومات ثم انطلقنا لتعرف ما هو القانون الجنائي ما هو القانون المدني ذكرنا بأن القانون الجنائي هو القانون المختص بالجرائم أو الأخطاء المرتكبة بحق شخص معين أو ممتلكات محددة أو حتى المجتمع وأعطينا عليها مثال ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص وأما بالقانون المدني ذكرنا بأنه القانون المختص بالعلاقات القانونية فيما بين الأشخاص وبحماية حقوق الإنسان وذكرنا أنه يركز عادة على الأضرار والعقود كذلك يعاقب هذا القانون أو يعاقب القانون المخالفات المدنية بالغرامات بشكل عام أو بالسجن أحيانا بينما في القانون الجنائي غالبا تكون العقابة عبارة عن سجن وذكرنا من الأمثلة على العوايق القانونية القاصرون الأشخاص الأشخاص تحت تأثير الممنوعات الأشخاص شبه الواعين أو الغير واعين هؤلاء من الصعب إقامة معهم عقود أو إنشاء معهم عقود كذلك ذكرنا أنه يستثني القانون بعض المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها مثل معلومات الأمراض ذكرنا قبل قليل التشهير والمعلومات التي يتم الإفشاء عنها لكن هنا القانون يتجاوز عن بعض الأمثلة كمعلومات الأمراض المعدية تعاطي الممنوعات الأمراض المنقولة جنسيا الإصابات الناتجة عن العنف المواليد والوفيات جميعها يستثنيها القانون من المعلومات التي تدخل أو تندرش تحتها التشهير وذكرنا عدة أمثلة على هذه الأنظمة التي يندرش تحتها هذه القوانين أو تطبق هذه القوانين مثل النظام الصحي ولائحة التنفيذية نظام مزاورة المهن الصحية وثيقة حقوق واجبات المرضى الدليل السعودي للإذن الطبي نظام المؤسسات الصحية كذلك هنا ذكرنا عدة تساؤلات على مستوى الأخلاقيات العلمية هل يجوز إجراء بحوط طبي على الحيوانات هل يجوز استخدام الأجنة المجهضة هل يمكن لمكان الرعاية الصحية أن يرفض تقديم علاجة أو باهض الثمن من يقرر الجهة الأنسب لزراعة الكيلية الوحيدة المتاحة ما بين مريض عمره 75 وعمره 56 إذن هذه كلها تساؤلات كانت متعلقة بالأخلاقيات العلمية وذكرنا من أشهر الأمثلة في الأخلاقيات العلمية استخدام الحبة الرقمية وهي عبارة عن دواة مدمج فيه تكنولوجيا للاستشعار ومخصص العلاج مجموعة من المراضة النفسية ذكرنا أن الحبة تعطى للمرضى النفسيين ليتابع هذا الطبيب هذا المريض هل يكون بأخذ العلاج أو لا يكون بأخذ هذا العلاج وذكرنا بأن لها مزايا في تتبع هذا المريض وأن لها مساوى أو سلبيات من خلال فقدان الثقة ما بين المريض والطبيب وذكرنا أنه ينبغي على الأخلاقيات العلمية عن تواكب الوتيرة التكنولوجية السريعة ثم أبرزنا ميثاق أخلاقيات المهن الصحية مثل ما يبرز معكم هنا 12 من هذا الميثاق الذي تثبته المؤسسات السعودية كأخلاقيات الممارسين الصحيين واجبات الممارس الصحي تجاه مهنة مراعاة الأحكام الدينية كذلك أخلاقيات التعامل مع حالات الطوارئ ومثل ما يبرز معنا أو على الشاشة جميع ميثاق أخلاقيات المهن الصحية أيضا تحدثنا عن المبادئ الأساسية لمواثيق الأخلاقية كوضع إنقاذ الحياة وتحسين الصحة فوق كل اعتبار البقاء على اطلاع بآخر مستجدات ومواكبتها ومتابعة التعليم المستمر حسب الحاجة الحفاظ على السرية ونعني الحفاظ على خصوصية معلومات المريض كذلك الامتناع عن الممارسات الغير أخلاقية والغير قانونية ومثل ما ذكرنا يظهر معنا هنا جميع المبادئ الأساسية للمواثيق الأخلاقية أيضا اتفقنا سويا بأنه تنص تشريعات وزارة الصحة على أن تضع منشآت الرعاية الصحية سياسات مكتوبة عن حقوق المرضى كذلك تطلب هذه المنشآت من موظفيها احترام هذه الحقوق واصونها أيضا أصدرت وزارة الصحة السعودية وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى التي ينبغي على مكدمي الرعاية الصحية الاعتراف بها واحترامهم وأبرزنا مجموعة من حقوق المرضى مثل ما يظهر معنا من حق المريض الحصول على المعلومات الحقيقية وسهلة الفهم الوصول لخدمات الطوارئ الصحية عندما تستدعي الحاجة في الصورة الأخرى الحصول على الرعاية محترمة ومراعات شعور الآخرين الاطلاع على نسخ من السجلات الطبية الخاصة بهم وطلب إدخال التعديلات عليها كل ما يظهر هنا في الشاشة ومن حقوق المرضى التي لا بد أن يحصلون عليها انتهينا في هذا الفصل بالحديث عن المعايير المهنية أبرزنا مجموعة من المعايير المهنية الحصول على موافقة المريض قبل تنفيذ أي إجراء استخدام الطرق السليمة المعتمدة أثناء تنفيذ أي إجراء كذلك التعرف على المريض أيضا مراعاة كافة احتياجات السلامة كذلك إبلاغ المشرف على الفور في حال حدوث ارتكاب أي خطأ ويظهر معنا كل هذه المعايير المهنية التي استعرضناها بتفصيل أكبر خلال دراستنا لدرس المعايير المهنية انطلقنا بعد ذلك للفصل السادس المتعلق بالمصطلحات الطبية خلال دراستنا للفصل السادس برز معنا مجموعة من الأهداف أولى هذه الأهداف تحديد البادئات واللواحق وجذور الكلمات من بين قائمة المصطلحات التعرف على الاختصارات الطبية الأساسية المختارة من القائمة الموحدة أيضا كتابة المصطلحات الطبية وتبادلها بشكل صحيح ومثل ما تعودنا دائما تظهر معنا المصطلحات في بداية كل فصل ثم ذكرنا بأنه تتضمن القائمة الطبية كلمات متخصصة تستخدم في مجال الرعاية الصحية ذكرنا بأن هناك جذور لهذه الكلمات أبرز جذور الكلمات ما اسميناها تراكيب جسم الإنسان الدماغ الكبد القلب كلها نسميها جذور كلمات وتذكرون أخذنا عدة أمثلة ذكرنا أيضا من المفاهيم التي لابد أن نعلق عليها في المصطلحات الطبية المسميات مختلفة لا يتم تعرف هذه المصطلحات باللغة الإنجليزية يتم تسميتها من خلال استخدام هذه المصطلحات الطبية القلب نسميه كارديو الدماغ نسميه انسفال الكبد نسميها هيبات هي أحد الجذور عندما يتم إضافة لاحقا لهذا الجذر سوف يتغير المعنى عندما ذكرنا الزائدة الدودية أبندكس أبندكس هذه الزائدة الدودية عندما أضفنا لها كلمة آيتس ظهر المعنى أبندسايتس هنا بأن هناك التهاف الزائدة الدودية ولكن عندما أضفنا بادئة قبل هذا الجذر ذكرنا منها زيد وتعني كاذب زيد أبندسايتس تعني التهاب كاذب في الزائدة الدودية هنا هذه البادئة عرفت جذر الكلمة بشكل أوسع قبل قليل اللاحقة عرفت جذر الكلمة ولكن البادئة أعطتنا تعريف أكبر في البداية كان زائدة الدودية ثم عبرنا عنها بالتهاب في الزائدة الدودية مرادفات ارتبطت بأسماء مكتشفيها على حسب طبعا هي تكون متعلقة بالأجزاء التشريحية أو الاختبارات التشخيصية أو متعلقة مثلا بالأمراض مثلا في الأجزاء التشريحية ظهر معنا وتر العرقوب أو ما اسميناه أكليستندن أو أخيل تندن هو أفارس يوناني هو أول من أصيب بهذه الإصابة لذلك سميت باسمه ذكرنا من الأمراض الزهايمر ديزيز هذا المرض الزهايمر أو مرض الخرف أو فقدان الذاكرة كذلك من المرادفات التي أبرزناها مثل ما يظهر معنا المتعلقة بالكائنات الحية كعدوى الليستيريا كلها مرادفات ارتبطت مسمياتها بأماكن اكتشافية أو بالأطباء الذين اكتشفوا أو استخدموا هذه الإجراءات وهذه الأدوات أيضا ذكرنا من ضمن المرادفات الكسور ككسر كوليس أو كوليس فراكشار أيضا الكسر عندما تكلمنا عن كسر هيل ساكس فراكشار كلها من ضمن المرادفات التي ظهرت معنا خلال دراستنا للمصطلحات الطبية أبرزنا هذه الصورة لنفهم ما معنى لاحقة وما معنى جذر للكلمة وما معنى بادية يظهر معنا في الصف الأول هنا التهاب كاذب في الزائدة الدودية عندما قسمنا هذه الكلمة وعندما نقراها بشكل كامل زيدو أبينديسايتس عندما قسمناها ظهرت معنى البادئة زيدو وتعني كاذب الزائدة الدودية وهي جذر الكلمة أبينديكس التهاب وتعني آيتس هنا أيضا ذكرنا التهاب الدماغ إنسفال آيتس الدماغ إنسفال بينما التهاب آيتس ومخطط الدماغ مثل ما يظهر معنا هنا إنسفال وإقرام هنا عندما تكلمنا عن مخطط الدماغ إنسفال دماغ تتبع أو تسجيل سميناها إقرام كذلك التهاب الكبد سميناها هيبات آيتس أيضا الكبد هيبات كذلك التهاب آيتس أيضا أمر مهم علقنا عليه وأكدنا أنه عندما نجمع هذه الكلمات عندما نجمع البادئات واللواحق مع الجذور يكون هناك حرف متحرك يربط ما بين هذه الكلمات أبرز هذه الحروف هو حرف الأو متى نستخدم حرف الأو عندما لا يكون هناك حرف علة عندما تحدثنا عن المثال الأول أبندكس وهي الزايد الدودية أضفنا لها آيتز هنا يوجد حرف علة ذكرنا أبندس آيتز مباشرة بدون حرف الأو ولكن هنا في الكبد أو أدعونا نتكلم عن الكبد هبا تايتز التهاب في الكبد لم نضيف حرف العلة ولكن عندما أضفنا كلمة تضخم والتي تعني ميقلي هباتو ميقلي هنا تضخم في الكبد وضعنا حرف أو ما بين الكبد وما بين التضخم أو هو ميقلي لماذا؟ لأنه لا يوجد حرف علة في هذه الكلمة وذكرنا بأن هناك اختصارات تستخدم في المصطلحات الطبية ولا تستخدم عندنا في حياتنا اليومية عندما نختصر صباحا ومساءا AM وPM كذلك هناك استخدامات طبية لها إشارات ودلالات نبرز منها مثلا هنا NBO 8 BM وتعني يمنع يعطى أي شيء عن طريق الفم بعد الساعة الثامنة وذكرنا بأن هناك إرشادات عامة عند استخدام هذه الاختصارات فيجب على أعضاء فريق الرعاية الصحية استخدام الاختصارات أو الرموز المتعددة فقط من قبل المعتمدة من قبل المنشأة التي يعملون بها كذلك توخي الحذر الشديد أثناء كتابة الاختصارات والرموز حتى تكون سهلة القراءة أيضا اختصارات الرسائل النصية غير مسموح بها في المستندات الرسمية في منشأة الرعاية الصحية كمثال من غير المقبول استعمال اختصار بفور تكتب كتابة حرف البي ورقم فور أو مثلا كلمة او اختصارها أو يو آر باختصارها بكتابة حرف يو وحرف الار بهذه الجزئية نكون قد وصلنا إلى ختام إثراءات الفصل الرابع والخامس والسادس رجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك